مساء الخير جميعاً أحلى مساء الجميع عايزين نزرع مع بعض الكرمب اللي هو الملفوف والقرنبيط اللي هو الزهرة بصوا جماعة بداية هادي بزور أهي نركز هادي بزور الكرمب اللي هو الملفوف وهادي بزور القرنبيط بنروح نشتريها من عند العطار اللي هو الزهرة هذا الكرمب لو تلاحظوا معايا هذا الكرمب تمام نشوفه مع بعض وهذا القرنبيط وهذا القرنبيط جماعة تمام اللي هو الزهرة طيب عالسريع أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا القرنبيط الملفوف والكرمب والكرات والقرنبيط والكرمب الملفوف والكرات والبروكلي الأربع أنواع هدول يا جماعة من عائلة اسمها براسيكا زيتية براسيكا زيتية عيلة بتضوم كل الأنواع هادي لازم نعرف حاجة احنا بنزرعه والكرمب بياخد من 3 ل 4 شهور وبيضح الصد بعد ما يكون يتشتل حوالي 20 يوم وينقى للأرض وهقول لكم كيف زرعتوا على السريع والزهرة القرنبيط بياخد من 4 ل 5 ل 6 شهور لكن يا جماعة لو هنزرعه للزينة النبات هذا السناء الحول يعني ممكن يقعد سنة ينمو والسنة التانية يزهر ويكبر في حويات ويبقى لزينة في البيت فلازم نبقى فاهمين النقطة هادي مهمة جدا طيب طريقة الزراعة زي ما انتو شايفين يا جماعة أول حاجة بنجيب البزور البزور هنا البزور بنحطها في صنية التشتيل أو في كوبات بلاستيك أو كوبات زبادي بنحط بزرة 2 في كل واحدة ونسجيها يوميا دايما راطبة لغاية ما تبدأ تكبر معانا بتاخد حوالي 20 يوم بعد حوالي 20 يوم بنبدأ باخد الشتل زي ما هي ونيدي طبعا أنا هاوي زريحهم في البيت المفروض يكون بين كل واحدة وواحدة أجل حاجة 30 سنطي لكن زي ما انتو شايفين بنحرس الأرض ونعمل خطوط ونحط سماد عضوي بيبقى اسمه سماد أساسي جبل الزراعة بيتشتل معانا في 20 يوم بعد كده ننجوله للأرض هذا الكرمب أخد سماد أساسي وهذا الجرنبيط بعد كده بيقعد معانا نفضل نديله مية ونخلي دايما التربة رطبة ومتسمد بدأ يكبر ودخلنا على الربيع بنبدأ نديله دفعة اسمات تانية وبنجلم دايما كل الزابل اللي تحت ونفكك التربة لازم نحرس ومع الوقت نفكك التربة ونخليها متبعدة عن بعض ونجلل نسبة الرأي إذن كده جماعة زرعنا البزور وبعد كده نجلناها للأرض وبعد كده بدأت تكبر معانا هياخد معانا من 3 ل4 الشهور اللي هو الملفوف وهذا هياخد 4 ل5 ل6 الشهور لغاية ما يكبر يبقى دفعة اسمات تانية هتكون في الربيع المكان المشمس أو ظل جزئي مناسب أي تربة بيجود فيها والرأي هنبدأ نجلل ونخليه من 5 تيام لأسبوع مع الوقت لكن بداية أول شهرين بعد ما نكون شتلنا في 20 يوم ونجلناها للتربة في الوقت هذا بنبدأ نديله اسمات تاني في الربيع وهذا المكان المناسب الراي بيبدأ يخف شوية شوية نجلم الزابل نفكك له الطربة من تحته لغاية ما يكبر معانا هنبدأ نلاقي الروس كبرة يعني ممكن أنجل من هدول واخلي بين كل واحدة وواحدة حوالي 30 سنطي لكن احنا هو ممكن نخليهم كده أو مستقبلا أنجل شوية حطهم في أصص يبقى المكان المناسب الطربة المناسبة موعد الزراعة الربيع والخريف أو دخلة الشتاء بيزدهر جدا في الربيع ومعنا لغاية أول الصيف ونبدأ نحصد وشكله جميل جدا لزينا كل هذا من عائلة اسمها براسيكا زيتية بتضم كل الأشكال آخر تشيء نشوفه مع بعض تاني شايفينا جماعة نعمل خطوط ونسمد الأرض وبعد كده في تسميدة تانية في الربيع ونسجي ودائما التربة تكورة طبعا وهذا اللي هو القرنبيط الزهرة أحلى مساء عليكم من أخوكم نعيم ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية قصة حياة الكرمب الملفوف والزهرة اللي هو القرنبيط بكل سهولة وسريعة جدا إن شاء الله واردكم مستقبلا نشوف له أحلى مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته